بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية الأربعاء الموافق ثلاثة كانون الثاني عام 2024 شهدت الجلسة استعراض المواقف الشهرية للمشاريع الخدمية والاقتصادية في المحافظات وأيضا استعراض المشاريع المتلكئة وأسباب التلكؤ في محافظات بغداد وبابل وميسان والمثنى والنجف الأشرف وموقف الإجازات الاستثمارية لمحافظات المثنى وديالة وواسط والنجف الأشرف ونينوى فضلا عن بيان موقف المشاريع العاملة على مدار 24 ساعة توجيهات وجه السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار عقد الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بصرف النظر عن حسم ملف تعيين المحافظين ووجه سيادته فريق الجهد الخدمي والهندسي بتنفيذ المشاريع الخدمية وإكساء الطرق للمناطق الجديدة في محافظة البصرة على أن تتم الاستفادة من الأعمال المنفذة عند إعداد مشاريع تقديم الخدمات لها مستقبلا كما وجه السيد رئيس مجلس الوزراء المحافظين بما يأتي أولا تهيئت متطلبات انعقاد مجالس المحافظات ومنها المتطلبات الإدارية والفنية والحرص على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للانعقاد ثانيا القيام بالتحضيرات اللازمة لإجراء عملية التسليم والاستلام للمحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالصورة المناسبة ثالثا قيام المحافظين بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية للحد من ظاهرة التسول ووضع الحلول المناسبة لها قرار بهدف النهوض بواقع العاصمة بغداد تقرر تشكيل لجنة بأمر ديواني تتألف من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة وأمانة بغداد ومكتب رئيس مجلس الوزراء وتتولى اللجنة تقديم دراسة بشأن أبنية ودوائر الدولة وقطع الأراضي المهجورة والمتروكة في العاصمة بغداد للنهوض بواقعها العمراني وإظهارها بالشكل اللائق على أن تنجز محامها خلال ثلاثين يوما مع شمول جميع المحافظات بأعمال اللجنة وأغراضها شكراً ترجمة نانسي قنقر